خبر آخر مشاهدين بعنوان الزراعة تكثف برامج التحسين الوراثي لسلالات الماشية لزيادة إنتاج اللحوم أعلنت وزارة الزراعة ممثلة فلهاية العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة تكثيف برامج التوسع في التحسين الوراثي التلقيح الصناعي للماشية وخاصة سلالات الجموس في مصر لرفع كفاءة الحيوانات وزيادة إنتاج اللحوم الحمراء والألبان وكشف تقرير في وزارة الزراعة أن المشروع يستهدف إعادة قراءة تحليل الوضع الحالي لقطعان التربية في مصر بما يمهد لوضع خريطة واقعية للمشاكل التي تواجه السلالات المصرية من الجموس والأبقار لتحسين خصائصها الوراثية خلال عامين حيث يساهم البرنامج في تحقيق فوائد عديدة للإنتاج الحيواني